السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالي سؤال بيقول ايه فايدة الدينامو للمهنسل الشيء؟ قدرا سبحان الله يعني سبحان الله فعلا قدرا ان المفاتح الريفت 2018 مفاتح على الموضوع دوت تمام؟ ده عمدة موجودة تمام؟ كنت عايز عملها روتيت تمام؟ فعشان عملها روتيت لو عملت سليك تعليم كلهم وقلت له عمل روتيت هيعمل لكله طبعا عايز يعمل روتيت على كل عمود مع نفسه كل عمود يتعمل روتيت مثلا عشرين درجة في نفس مكانه تمام؟ حاول المحور بتاعه فده مانوال هتاخد وقته مفيش حاجة في الريفت بتاع الموضوع ده غير الدينامو تمام؟ فالدينامو عملتها وفي فيديو هحط الرابط بتاعه اسفل الفيديو ده ان شاء الله ازاي تخلي كل واحد يليف حول نفسه كهود مخدش عشر ثواني مخدش عشر ثواني ان انت تحطهم وروح تمشغله ولو احتاجت في اي مشروع بعد كده هشتغل معي على طول ده مثال تمام؟ ممكن مثلا تكون انت عايز تعمل جوين بين كل الفلور والاعمدة فعشان تعملهم مانوال واحدة واحدة بياخد وقت كتير جدا تمام؟ كل مرة تفلت منك حاجة في الطريق تعيد ففعلا بيفيك جدا انت تعمل جوين ودي سهل جدا من خلال الدينامو ممكن تكون محتاج ترسم حاجة معينة ممكن يعني وانت شغيل مثلا الشكل نفسه الشي بتغير فانت لو يكون عامل دينامو يبقى سهل انت تغير ممكن مثلا تقول له وزع الاعمدة الطريقة معينة يعني مثلا المعمار يعمل ان الباب ده بيصغر فتقول له وزع ويلغي الحاجات اللي في الجوانب الدينامو هي لغة برمجة من غير برمجة تمام؟ سهلة جدا مجرد ان انت بيعندك بعض الحاجات بتربطهم ببعض نسب المسال مثلا حاجة سريعة كده تمام؟ هتلاقي في في هحط لك شوات فيديوهات كوية جدا في الموضوع دينامو ندخل لك ايه تعرف الشغل بيه تمام؟ كل الفكرة ان انت بتوصل الحاجات ببعض انت بتوصل بينهم وبعض تلاقي لي الشغل ما بتضطرش ان انت تكتب اكوايت تمام؟ مجرد بس ايه بيبقى عندك تفكير منطقي على سبيل المسال مثلا حاجة وفرت عليها وقت كتير جدا جدا ان انا كان عند مشروع برج كبير ففي ادوار كتير جدا فان انا اكاريت فلور بلان اليوم كلهم هاخد وقت وكاريت لهم بعد كافلور هاخد وقت ان انا بعد ما اشتغلت عايز اغير الاسامي في دور طلع فعايز اغير الاسامي بياخد وقت كل الحاجات دي عملتها بالداينامو ما خدتش مني وقت خالص وفرت عليها وقتير جدا ان انا اعايز اكاريت شتات فبقول له كاريت للشتات بنفس اسام الفيو الفكرة كلها ان انت تفكر تفكير منطقي هحط لك الرابط للفيديوهات شرح الداينامو اسفل الفيديو دوت هتلاقي ان الوقت تشغال اي حاجة حاسس ان الداينامو ما بعملهاش ان الريفت ما بعملهاش ممكن تستعمل بالداينامو يعني حاسس مثلا ان فيه في الكاتب كنت تتمل حاجة وما بقاش يعملها عايز توزع بترامعة عينة فتروح داخل الداينامو تفكر تفكير منطقي ازاي يوزع فبيتوصل معك باسلوب سهل جدا الميزة ان هو سهل جدا ما بتحتاجش ان تحفظ اكواد فعال جدا ممكن مثلا ان عم سبيل المثال النهاردة كان عندي مشكلة ان انا عايز ادخل لتابس جوا الريفت وما كانش عندي التابس مستطب فمالداينامو ممكن تقول له دخلي التابس جوا الريفت حاجة كتر جدا بتقدر تعملها بتحس كده ان عصة سحرية قد الكوة اقوى للبيم شكرا